لأننا متأكد وعارف أهمية وصعوبة هذه المباراة المباراة دي بالمناسبة 50-50 أنا هجيب من الآخر المباراة دي 50-50 قد تكون في نسبة أفضل شوية لنادل أهلي على كل اللاعبين التركيز عندهم مهمات كل اللاعب عندنا سبعة في المنتخب الوطني وتلاتة مسافرين منتخبات وطنية سواء بيرسيتاو أو أليو ديانج أو علي معلول وعندنا أربعة ولا تلاتة في المنتخب الأولمبي وعندنا 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 ولسه هتكلم عن قصة الربطة ولكن بعد ما يخلصوا ويركزوا مع منتخباتهم ويركزوا مع بلدهم بعد كده يرجعوا ويركزوا في شيء واحد فقط مباراة يوم مباراة الهلال إن شاء الله لكل حدث حديث ولكن نبقى دايما في ظهر بعض خلال الفترة اللي جاية وإدينا في إديم بعض علشان المباراة دي صعبة جدا 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 هنتكلم كتير عن مباراة الهلال خلال الفترة اللي جاية لأنه زي ما قلت لحضراتكم في كل الأوقات اللي جاية هنفضل دايما في ظهر فرقتنا ونساند فرقتنا